بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم في فيديو جديد في حلقة النهاردة مكملين مع حضراتكم في سلسلة افضل الخيول في العالم في عروض الجمال لكل عام النهاردة معدنا مع الجزء الثالث في السلسلة لعام 2023 وهو افضل الافراس في عروض الجمال في العالم لعام 2023 مترتبين على حسب الميداليات اللي حصلوا عليها في اهم واقوى البطولات العالمية قبل ما نبدأ الحلقة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا ولايك للفيديو علشان نستمر بنشر مزيد ان شاء الله رقم 10 بطلة العالم الفرس الرائعة نفت النيفات بنت الاسطورة عجمان مونيشيوني من الفرس ايجل ريج باشوناتا بنت الاسطورة سناديق الشكلان وهي موليد عام 2011 انتاج سيندي مجاون ومارك ديفيز في الولايات المتحدة وملك مزرعة الجاسمية في قطر حصلت على لقب البطلة الفضية للافراس في مهرجان قطار الدولي للخيل العربي وتقييمها في العرض 93.63 من مية رقم 9 البطلة العالمية الفرس باساندرا سيتي موتشيلو بنت الاسطورة عجمان مونيشيوني من الفرس ام اي سكارلت بنت بطل العالم الاسطورة المصري حديدي وهي موليد عام 2011 انتاج اناراتوني فراروني ماريا في ايطاليا وملك مربط عجمان في الامارات حصلت على لقب البطلة الفضية للافراس في بطول الدبي الدولية وتقييمها في العرض 92.90 من مية والبطلة البرونزية للافراس في مهرجان قطار الدولي وتقييمها في العرض 93 رقم 8 الفرس البطلة نواير السيد بنت بطل العالم الاسطورة اليكسندر من الفرس نوزير مادن اس اي بنت الفحل نوزير اتش سي اف وهي موليد عام 2017 انتاج وملك مربط السيد في المملكة العربية السعودية حصلت على لقب البطلة الزهبية للافراس في مهرجان الملك عبدالعزيزي الدولي وتقييمها في العرض 92.30 من مية رقم 7 الفرس البطلة ألسة بنت بطل العالم الاسطورة كحيل الشقب من الفرس ألاميدا بنت الفحل واكلارز وهي موليد عام 2013 انتاج مربط جانوف بودلاسكي في بولندا وملك مربط هانايا في سويسرا حصلت على لقب البطلة الزهبية للافراس في بطولة اوروبا في ايطاليا وتقييمها في العرض 92.75 من مية رقم 6 الفرس البطلة آر كاي ساديم بنت البطل ماجد مونيشيوني من الفرس بي في سبيشالي ستيفانا بنت البطل ستيفال وهي موليد عام 2016 انتاج مربط شازن في المملكة العربية السعودية وملك مربط عجمان في الامارات حصلت على لقب البطلة الزهبية للافراس في مهرجان الشرق الدولي وتقييمها في العرض 93.70 من مية رقم 5 بطلة العالم الفرس الرائعة عنود الناصر بنت الأسطورة المصري أشهل الريان من الفرس أليشا الناصر بنت الأسطورة الحية غزال الشقب وهي موليد عام 2008 انتاج مربط الناصر في قطر وملك مربط أكمل في المملكة العربية السعودية حصلت على لقب البطلة الزهبية للافراس في مهرجان الامير سلطان بن عبدالعزيز الدولي وتقييمها في العرض 93 رقم 4 بطلة العالم الفرس الرائعة مزن البداير بنت الأسطورة SMA Magic One من الفرس متهاري بنت البطل مجنم شيل وهي موليد عام 2014 انتاج مربط البداير في الإمارات وملك مربط الوجبة في قطر حصلت على لقب البطلة الزهبية للافراس في مهرجان كطار الدولي وتقييمها في العرض 93.88 من مية رقم 3 البطلة العالمية الفرس المصرية ميسا الناصر بنت البطل سنان الريان من الفرس زنوبيا الناصر بنت البطل امبريا المهزير وهي موليد عام 2010 انتاج وملك مربط الناصر في قطر حصلت على لقب البطلة الزهبية للافراس في مهرجان كطار الدولي للخيل العربي المصري وتقييمها في العرض 94 رقم 2 بطلة العالم الفرس المصرية الرائعة زواهر فلا بنت البطل مرتجب النقيب من الفرس زهرانة بنت البطل ايبك وهي موليد عام 2014 انتاج مربط فلا في مصر وملك مربط الدوحة في قطر حصلت على لقب البطلة الزهبية للافراس في بطلت العالم للخيل العربي المصري وتقييمها في العرض 93.50 والبطلة الفضية للافراس في مهرجان كطار الدولي للخيل العربي المصري وتقييمها في العرض 93.56 رقم 1 بطلة العالم الفرس الرائعة دي شيهانة بنت الاسطورة ف اي الرشيم من بطلة العالم الفرس دي شهلة بنت الاسطورة ميراج وهي موليد عام 2017 انتاج وملك مربط دبي في الامارات حصلت على لقب البطلة الزهبية للافراس في بطول الدبي الدولية وتقييمها في العرض 93.10 والبطلة الزهبية للأفراس في بطولة ممتون الدولية وتقييمها في العرض 93.8 من مية والبطلة الزهبية للأفراس في كاس كل الأمم بآخم في ألمانيا وتقييمها في العرض 93.63 من مية والبطلة الزهبية للأفراس في بطولة العالم في الدوحة في قطر وتقييمها في العرض 93.57 من مية وبكده نكون وصلنا لنهاية الترتيب واستنونا في الفيديو الجاي عن أفضل الأفراس في العالم عام 2023 مترتبين من حيث الأعلى في درجات التقييم في العروض وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو استنونا في فيديو جديد مع سلسلة فيديوهات الخولة العربية نتمنى الفيديو يكون عجبكو ياريت ما تنسوش اشتركوا في القناة ولايك للفيديو وشكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة